بقولك اهو لسه مبارح خناءة بين روسيا وبين امريكا وبين الغرب ايه عم الراجل بلينكين وزير خارجية الامريكي قال للبرلمان الروسي للدومة الروسي اسحبوا القرار بتاع تجريم المثلات جنسية روسيا شارقين زينا يعني عندهم انا لسه اقلوكم اول مبارح بوتين بيقول يعني ايه راجل يتجوز راجل واحد يتجوز ده مش عدنا في روسيا الكلام ده ده روس دولة محافظة جدا ايه الهبل ده يعني الغرب عايز يعمل ده عنده ما يفردش علي ففيه قرار او قانون بيجهزوا مجلس الدومة النواب عندهم يعني فالراجل هيناقشوا القرار فبلينكين راح اتصل بيعمل يعني دعاية بقول لهم بلاش اسحابوا اذا قرار لانه ده اعتداء على مجتمع المين اللي هم الشواز الدومة راح مطلع القانون على طول وقال ايه بقى موسكو الصفارة الروسية بامريكا بقى قالت لهم اهو موسكو واشنطن تسعى لهدم المجتمعات السليمة ونشر قيامها الشازة عن الفطرة البشرية قال لك التقاليد الفطرية ده روسيا اللي بتقول والنيور الليبرالية ضد الفطرة الانسانية انتوا عايزين من هنا ايه؟ ده روسيا بتقول لامريكا روسيا برضو بتقول لكندا طلعت كندا بيان في اوتوى وقالوا انه كندا وعرب من الدول الاخرى تدعم الاجندة الليور الليبرالية روسيا بتقولها بتشوه صورة الفطرة والقيم والمبادئ الانسانية كندا وامريكا والدول الاوروبية عايزين الراجل تجاوز راجل اقسم بالله ما بسطح الموضوع اقسم بالله تاني ما بقولش كلام يعني النوع كده يعني ايه؟ انه يقول لك شوف تساب حقوق الانسان كلها وساب وساب وجايب يقول لك هو حقوق الانسان الاوروبية والامريكية عايزين الراجل تجاوز راجل والستة تجاوز ستة يسين انت حرد زعلان ليه؟ مولود محمد ناصر والود اسامة جويش والود معتز مطر بيدفعوا عن المنظومة دي وكان إبراهيم مونير قاعد في البرلمان الأوروبي بيقول لهم اه ما فيش مشكلة عندنا سبحان الله يعني على التناقض والنطاعة مش دي خصتي لكن بقول تاني فعلا الإخوان يمارس نوع من التنطع والاتحاد الأوروبي والغربي والإبرالية الغربية كلها بتحاول تفرض على مكتب زي ما النهاردة في التقرير بيقول لك طلعوا العيال في السجن اللي هم كانوا بتوع الشزوز وانت عايز تعمل لك هم بلوك تاني يا جماعة يعني الجماعة السويديين في السويد عملوا قصة البنت مريم اللي خدوها الدولتين المسليين ايه قدام حضراتكم ايه اهو احداهن اسمها مريم السويد تمنع زوجين مسليتين حضان الطفلتين بعد انتزعهم من عائلتهم ده البيت السورية يعني البنت السورية خطفوها بتوحقوا الانسان يعني العيلة مهاجرة من سوريا يعيني على السويد راحين هناك في وقت الحرية فالأب والأم حالته بنفسها صعبة جدا من الفقر والجوع والقرف اللي شافوه فبيتخانقوا فراح الشرطة جاءت خادت العيال لما عشان ما تتخانقوش مبارة تاني وراحوا موزعينهم من دينهم هادية المين لمسليين مثليتين واد والتاني شاز فقال لك عشان يعني ايه طب هو انت بتحارب فطرة ربنا يعني اللي خلقنا عليها يعني واحد متجوز واحد تجيب لهم بنت تخطف بنت تدالهم عشان ربوها يعني هيربوا علي ايه ويعملوا ايه ويتنايلوا ايه مش ادرا فهم فعلا مش ادرا فهم يعني ما تسيب كل مجتمع هل التقاليد الامريكية والثقافة الامريكية دي ثقافتك انت حر فيها تفرضها عليها ليه دي ثقافتك وافكارك واعتقادك تفرضها عليها ليه ليه عايز تفرض عليها ثقافتك الحقيرة الوضيعة ليه تفرض عليها ليه تعود تسمن كل شوية الاجواة وتقول لي حقوق الانسان حقوق الانسان عايز افهم وانا باسأل كل الجماعة بتوقعه الانسان اللي رفعين اللي واقعه الانسان انتو عايزين هتبقى كده يعني ده في الاخر ده المطلوب يعني هو ده المطلوب ما هو اكيد الاخرى حسان بهجات اكيد سعيد بهذا الكلام طبعا يعني اسعد واحد بالقصة ده حسان بهجات وخالد ابو الناجر اسعد ناس بقصة ان احنا عايزين يبقى كل المجتمع عالمين يعيش حياته زي ما عايز